نجاح أي مؤسسة عبر الإعلام بكل مفاصلة هو فكر مسؤول المؤسسة الإعلامية واختياراتها لفريق العمل الإعلامي والذي نسميه قسم الإعلام أو المكتب الإعلامي أو المستشار الإعلامي إلى آخره مع الأسف بهواية من المؤسسات سجلت فشل كل شكبير بعملها والسبب مجاملة شخص غير مهني قرائب وما يعرف تشك من البكب الإعلام والسلمة مهام إدارة المكتب الإعلامي والذي أخيرا يود المسؤول والمؤسسة إلى الهاوية وتروح علينا جهود وفلوس نحتاجها لو كانت اختيارات للفريق الإعلامي صحيحة ربما تسجل للسيد الكاظمي وبسبب انتماء الروحي للإعلام كون صحفي إعلامي وكان يقود مؤسسة خطرة جدا هي مؤسسة الذاكرة العراقية ومجلة الأسبوعية ومفاصل أخرى غير معلنة كان دور المهنية الإعلامية أثر واضح بنجاح مسيرة الجهات التي أشرنا إلها من الأيام الأولى التي تسلم بها الكاظمي رئاسة الوزراء وبظروف أقل ما نقول بها جدا صعبة تظاهرات وضع اقتصادي بائس علاقات غير جيدة مع المحيط الإعلامي الإقليمي وتقريبا الدولي إلى آخره أول شيء بدأ بي الكاظمي هو المؤسسة الإعلامية نلقي الضوء على الزميل أحمد ملطلال كناطق لمكتب رئيس الوزراء والانتقال الخطرة من مقدم برامج من الطراز الأول إلى لسان حال الحكومة أنا واحد من الناس اللي شنت مراهن على نجاح الملطلال لأن يمتلك مقومات المكان وفعلا هذا اللي صار اليوم أنا ما أريد أتحدث عن الكاظمي ومؤسسته لكن أريد أضرب مثل بوزارة أنا شنت مأشر عليها أنه هي من أكثر الوزارات بالفشل الإعلامي والصمت الإعلامي وتحديدا شنت بهذه الحلقة شنت نتناوي نية قشرة لهم أهاجم الوزارة والوزير ومدير عام القانونية والمكتب الإعلامي لأن صار أسبوعين وجماعة نعطينا إذن الطرشة وزارة النقل ولا أحد يرد مناشدة المواطن اللي صار من أسبوعين حول أراضي السكك وما بيها من إشكالات لكن اتفاجأت أنه الوزير ضرب ضربة معلم ويختار الزميل الإعلامي ومقدم البرامج الناجح والباحث عن الحقيقة ورقم واحد بالجرأة هو الأستاذ الإعلامي فالح هادي لهنا ينتهي الكلام تسجل إلك يا وزير النقل هذه الخطوة لما ولي أول مرة وزارة النقل تخلي بالدوزر وماكنة إعلامية من الطراز الأول يحلق بالوزارة وعملها في سماء الإعلام فمبارك لوزارة النقل مبارك للزميل الأستاذ فالح هادي ابن قناة العراقية البار ويا ريت تتعلم بقية الوزارات كهرباء هجرة إسكاني لآخره اللي متنقين علينا ونعطينا إذن الطرشة ترجمة نانسي قنقر